بعد تزايد الازدحام والمخالفات وتاثيرهم السلبي على حركة السير اتخذت شرطة السير خطوات جديدة لتفادي تلك المعضلة التي تتزايد وطيرتها في الاعياد او المناسبات الاخرى ابرزها وضع مطبات متحركة في الاماكن الاكثر ازدحاما وتحويل مسار السيارات بين الشوارع الفرعية مرافقا للخطة المرورية توعية مرورية وكذلك لوحة تحذيرية لكفة نواحي مدينة الغيظة طبعا الشكر موسو لكل من سهم معنا في انجاح هذه الخطة من الجهات الامنية وكذلك المواطنين والاخوة السائقين حدا من الاختناقات الحاصلة للشوارع مدينة الغيظة منها ما هو عدم دخول القاطرات وكذلك التعميم الخاص للاخوة التجارب عدم الوقوف امام المحلات وبالتوازي مع تلك المعالجات عملت شرطة السير على وضع لوحات تعريفية للسائقين بالاتقاهات المسموحة العبور منها حتى لا تتكرر ظاهرة الاختناقات وما يرافقها من حوادث مرورية بلغت عدد 12 حادث مروري نتج عنها وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 12 أصابة وكذلك بلغت إجمالي الخسارة المادية تقريبا 11 مليون طبعا تم قيد عدد 23 مخالفة ورغم تلك الإجراءات إلا أن البعض لم يتقيد بها وهو ما يتطلب من شرطة السير فرض عقوبات رادعة على المخالفين ومواصلة جهودها بشكل مستمر لمعالجة كافة الاختلالات التي تواجه العمل المروري أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهر ترجمة نانسي قنقر